موسيقى السادة الحضور الكرام تسعدني المشاركة بمهرجان الغدير العالمي الأول الذي يهدف لتوطيد أواثر التعايش ومضي جسور المحبة بين جميع بني البشر وقد حللنا ضيوفكم من لبنان لنفكر معا في إيجاد الصور الكفيلة بتحويل واقع الاختلاف الدائم إلى البحث في المشتركات وهي كثيرة واخترته لمشاركة عنوان الإنسانية في المسيحية والإسلام المقدمة في البدء خلق الله الإنسان على صورته وعلى صورة الله خلقه ذكرا وأنصى خلقهم فالإنسان محل فريد في الخليقة إنه على صورة الله في طبيعته الخاصة يجمع ما بين العالم الروحاني والعالم المادي خلق ذكرا وأنصى اختصه الله بصدقته حيث لا يخفى بأن الوصايا العشر والتعليم التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية منذ التكوين لها الأثر البالغ في تكوين المنح الإنساني ورفعه عن كل ما يشين بمسيرته الهادفة إلى الكمال وكل مساء السماء هي تأهيل الإنسانية التي من شأنها أن تأخذ الإنسان إلى مراك السعادة والعيش بسلام فالإنسانية يا إخوة واحدة مشتركة بين جميع أفراد الأديان السماوية منذ القدم رغم اختلاف الرؤى والعمق الحضاري يبقى اعتبار الإنسانية من المساء المشتركة بين بني البشر لأن مصالحنا الاجتماعية واحدة فما يصيب أحدا يصيب الآخر قهرا سلبا أو إجابا كما يطيب لي أن أشير للدور الرياضي والمهم للحوزة العلمية في النجف الأشرف العتبة العلوية المقدسة حيث بادر مهرجانكم الغدير العالمي الأول لوضع آليات للحد من نشر الكراهية وإشاعة المحبة والتأكيد على المشتركات بدلا من الاختلافات ومن أهم ما يهدد المجتمع هو الفشل في احترام الإنسان لإنسانيته وكيانه وشخصيته المتمثلة بمشاعره وممارساته الإنسانية غير الإنسانية أصلا كالاعتداء على الآخر والغاء كرامته وجاء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بكلمته الشهيرة قبل 14 كرنا الناس صنفان إما أحن لك في الدين أو نظير لك في الخلق فإنه يؤكد اليوم علينا من شديد هذا الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا في كتابه إلى والي مصر الصحابي مالك الأشتر في موضوع صخت الناس وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وعماها في العدل واجمعها لردى الرعية فإن سخط العامة يشحف بردى الخاصة وإن سخط الخاصة يغفر مع ردى العامة فإن من الناس عيوبا الوالي حق من سترها فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك وهذا ما أكد عليه الإمام علي بن أبي طالب في سراته العملية أيضا وفي تعامله مع غير المسلمين الخاتمة في الختام محاولتي في هذه المداخلة تبيان أهم المشتركات الإنسانية بين المسيحية والإسلام والتأكيد على أهمية التعاليم التربوية والأخلاقية والروحية في تهزيب روح الإنسان كل إنسان وإيصاله إلى كمانه المنشود وإن كانت المسيحية والإسلام يختلفان في بعض الأمور والجزئيات من هذا التعاليم من حيص العمق والشمولية لكنهما يشتركان بشكل كبير في تنظيم حياة الإنسان السلوكية وإنسانيته وبعدها الماد والنوران ويؤديان بدورهما إلى خلق حالة من الانسجام والوئام ونشر الفضيلة والعدالة في المجتمع لقد خلق الله الإنسان من فايد حبه لكي يشاركه مجده الإلهي إن هذا الفرق بين الواكر والمرتجى يبدو واضحاً أنه شاسعاً جداً فهناك نحن المسيحيين والإسلام هناك يعينون مجد الله وهنا يذجون في أعماق الألم البشري والمسئولية تجاهه مع الله المسيحية والإسلام مع الله كل شيء كامل وأمام الناس عجز مزهل إن مجد الله ليس للوصايا يا إخوتي والشرائع هي خلقت من أجل البشر مجد الله من أجل حجل حياة الإنسان الكريمة الحرية والديمقراطية إننا امتلكنا المسيحية والإسلام الوصائد ولكننا فشلنا في تحقيق الغيات وإيمان كهذا هو بترك علامة استفهام وشكراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الخلفي أجمعين وخاتل أنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين أخوتي الحظوم السادة العلماء الأفاضل ومن له أنوان ديني أو وظيفي أو مقام اجتماعي السلام عليكم جميعاً وعند الله وبركاته بحثي هو فلسفة الحوار أندامي المؤمن عليه السلام بحث مفصل قد يكون أكثر من أربعمائة صفحة ولكن اخترت منه فصلاً واحداً وهو فلسفة الحوار الأقاهدي عند أمير المؤمنين وبديه أن هذا العنوان فيه نماذج عديدة ولكل نموذج فلسفة بمعنى استنباط فكرة أو عدة فكرة من ذلك الحوار الوقت لا يسعى أن أقرأ وبما أنني لا أحتاج إلى القراءة للبحث وإنما فقط رؤوس عنوين والذي دعاني في الواقع إلى كتابتها كذا موضوع وهو فيما أظن الكتاب العاشر في حق أمير المؤمنين صدرت لي أكثر من أربعين أو خمسين كتاب وعشر منها في حق أمير المؤمنين سنوه الله علي الكتاب الذي اشترك في مسابقة السفير والحمد لله فاز هذا الكتاب من ضمن الكتب التي قدمت للمعرجان معرجان السفير موسيقى بن عقل عليه السلام وهو بحث فيما أظن هو بحث بكر وهو أمير المؤمنين والاستراتيجية الأمنية يعني كيف عالج أمير بن سلام الله عليه الوضع الأمني سواء كان في الكوفة بمعنى العراق بنقصد العراق وذبا فيه الكوفة والبصرة وهكذا في بقية الأمصار في مصر والحجاز وخراسان والأمصار الأخرى التي هي تحت قيادتي وخلافتي أمير موسى المراعي باستثناء طبعا الشام التي كانت تحت قبضة مواوي من أمي سفيان فعالجنا هناك موضوع الإرهاب ثم عالجنا هناك موضوع الاحتكار ودخلوا معه أثروا على الوضع الأمني وأيضا ركزت على الجهاز الذي أوجده أمير المؤمنين ووجهاز الشرطة فأول من أسس جهاز دفاعي أمني هو أمير موسى أموه عليه جهاز الشرطة وقد انقدح من هذا الجهاز هو جهاز الشرطة الخميسة هذا بإختصار أما بحث اليوم وهو الحوار وفلسفة الحوار تعلمون اليوم نحن نعيش حياة ألمية فكرية بعد لا مجال للقوة والعنف ولا مجال للإستبعاد ولا مجال لجعل العناد هو رأس مال أحد أطراف المتحورين العالم اليوم يضجه بالسيطرة القهرية بمعنى أن الاستكبار العالمي يريد أن يفرض رأيه على شعوب العالم الثالث هذا من جانب ومن جانب آخر أن المللي والنحن لا ترغب أن تفهم الواقع أو المنطق أو منطق العقل ومن هنا نقول لا يمكن أن تلغي الطرف الآخر أن تتحمل فكرة معينة أو عقيدة معينة سواء هذه عقيدة دينية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية فلا بد أن تسلك الطريق القصير لطرح ما لديك حتى يتفهم المقابل ماذا تريد وكذلك عليك أن تفهم ما هو عند المقابل ما هو عند الطرف الآخر في موضوع الحوار الأقائدي نموذج واحد وأختم الحديث لحسن ما لدينا من وقت المضغوط نموذج حوار أمير المؤمنين سلام الله عليه مع النبي من طرف صلى الله عليه وآله ومع عمر بن ود العامري في وقعة الأحزاب ينادي عمر بن ود هل من مبارس في الوجوم والسكوت يسيطر على جميع المسلمين والنبي بين ظهرانيهم كل الصحابة إلا علي عليه السلام يقوم فيقول له النبي أجلس ينادي عمر مرة ثانية والوجوم يسيطر على القوم ويقوم أمير المؤمنين والنبي يقول أجلس يا علي وبالمرة الثالثة يقول له النبي هذا عمر هذا عمر بن ود العامري يعد بألف فارس وعلي يقول يا رسول الله وأنا علي بن أبي طالب وأكرم بك يا علي فأنا ذاك يأذن النبي لأميره إلى البراس يبرس تكون هناك محاورة بين أمير المؤمنين وبين عمر خلاصة الحوار أذكر لكم النقاط يعني فلسفة الحوار في هذا الأمر أو في هذا النموذج أولا الإيمان الصادق والإيمان والعقيدة الثابتة عند أمير المؤمنين عندما يقول وأنا علي ومن هو عمر بن ود العامري هذه نقطة مهمة الثقة بالنفس الإيمان الكامل العقيدة الراسخة عند علي عليه السلام لم تتغيير النقطة الأخرى غير الثقة هي العقيدة 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 مهمة جدا يوم الخندق وتكالب الكفر والشرك واليهود وجميع من له موقف سلبي أمام الإسلام كذلك وقفوا ضد الإسلام ولكن أمير المؤمنين وقف الموقف المشرف والصحابة كلهم على مرأة ومسمع من قول أمير المؤمنين سامعاني هناك معادلة رياضية يعني إذا قال دبي يا علي هذا عمر بن ود يقول أنا وأنا علي بن أبي طالب أنا نذرت نفسي للإسلام انظر هذه نقطة مهمة وهو الفداء والتضحية لأجل الإسلام لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من فلسفة هذا الحوام التأكيد على الإيمان دون القرابة أبن المؤمنين لم يتجي إلى صلاته مع النبي كون ابن عمه وماذا زوج ابنته وإنما الإيمان هو الذي دفعه أن يقول وأنا علي بن أبي طالب من الدروس الأخرى درسه مهم لذوي السلطة السلطات ولذوي أدوات التنفيذ في كل بلد في كل عالم هذه الأدوات أمير ومسا ووجه لهم درسا مهما ما هو قال لهم حاوروا لا تتسلطوا على الناس لا تكون لديكم السلطة والعنف بل حاوروا إذا أنتم على حق لذلك الحوام يكشف لنا شخصية ماذا المحاور والمحاور وكذلك يكشف لنا الفكرة التي تستلت عليها هذه المحاورة الدرس الآخر وهو الدرس الأخلاقي والدرس العقائدي الذي لا بد أن نستفيد من هذا الحوار الذي قدمه أمير المؤمنين سلام الله عليه على أي حال البحث مفصل ولا أستطيع أن أذكر كل فصولي هذا البحث كل ما هناك أقول وأخاطب جميع المسلمين في العالم بل الأديان بل أصحاب الأقائد والأفكار والنظريات السياسية عليهم أن يحاوروا شعوبهم وكل فرد أن يحاور الطرف الآخر بشيء من دعة والمحبة والوداد ولا تفرض رأيك على الطرف الآخر بدون دليل وبدون برهان عليك بالدليل والبرهان والحجة القاضعة حتى يسود الوئام والمحبة في صفوف المجتمع وبين البشرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دواعي سروري أن أقف بين يدي هذه الوجوه الكريمة لأقول كلمات هي على قدري أنا لا على قدري الذكرى وصاحبها ومن يحتشد فيها عنوان بحث أثر نهج البلاغة في التفسير الواضح كل من كتب عن التفسير والمفسرين يعدد وجوه الصحابة الذين عرفوا بالتفسير وبضمنهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يأتي في مقدمة من يرى هذا الرائع في مقدمته مع عبد الله بن عباس وأبدأ كلامي بمقولة للسيوطي عندما يعلل كثرة التفسير عن ابن عباس أو عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أولاً يقول أن كثرة التفسير عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إنما جاءت أن الإمام تأخر في حياته أكثر من الخلفاء وكثير من الصحابة فكان هذا هو مدعاة كثرة التفسير المأثور عن الإمام أمير المؤمنين ثم يقول عرف التفسير عن طريق ابن عباس لأنه تلميذ علي عليه السلام والواقع نحن لا نتفق مع السيوطي والواقع العملي والعلم لا يتفق مع مقولة السيوطي لأن كثيراً من الصحابة عاشوا كثيراً بعد علي عليه السلام ولم نلمس من أم هذا البحث التفسير الراقي ولكن علياً كان باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن رؤوس مدارس التفسير سواء كان مدرسة مكة أو المدينة أو العلاق هم تلاميذ علي بن أبي طالب وهم عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهؤلاء كلهم تعلموا في مدرسة علي وعنه أخذوا التفسير أنا لا أريد أن أتحدث عن التفسير ولكن من خلال هذا البحث أوضحت أن أول من أعطى حجية للتفسير أو أعطى حجية للتفسير هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لقد تناولت في هذا الموضوع أثر نهج البلاغة في التفسير هذه الياقوتة من يواقيته الفريدة في عبده الرباني ياقوتة التفسير لتضاف إلى ما كتب عن يواقيته الأخر في اللغة والبلاغة والكلام والتاريخ وغيرها أما ما يذهب إليه من يرى عدم إمكانية تفسير القرآن إلا عن طريق أهل البيت حجتهم بذلك أن أهل البيت هم الذين آتاهم الله عز وجل علمه فلا يرغب عنهم ولا عن مسألتهم إلى سواهم لأن عدم مسألتهم يوقع في الهوى والانحراف فهذا المعنى صحيح لا نقاش فيه ولكن فيما يتعلق بالأحكام وتفصيلاتها ولعل كل ما أوردوه من الأحاديث يعني أصحاب هذا الخط في هذا المعنى هو فيما يتعلق بمعرفة تفاصيل الأحكام الشرعية وليس هذا بكثير قطعاً على آل محمد لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ورثهم علم الكتاب كله ظاهره وباطنه فقد روي عن الإمام أبي جعفن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى قل كفى بالله شهداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أنه قال إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله ومن هنا يتبين لنا أن كل ما أوردوه من أحاديث واستشهدوا به من أقوال في عدم الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم أو عدم إمكانية تفسيره والاقتصار على ما ورد عن المعصوم عليه السلام إنما هو من باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليه السلام ووجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة النظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليه السلام لأنهم هم الذين يعرفون الحلال والحرام وهم الحجة لله عز وجل على خلقه لا شك أن كثيراً من الناس لا يستطيع أن يستوعب معاني كثير من الآيات ولعل بعض هؤلاء ممن كانوا معاصرين لنزول الوحي فكيف بمن جاء بعدهم مع تعدد دلالات النص القرآني وما حفل به من المتشابه والمحكم والمطلق والمجمل والعام إلى آخره وإذا كان النص القرآني خطاباً للناس كافة في كل زمان ومكان على مر العصور وكر الدهور وتعدد الأجيال حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فستكون الحاجة للتفسير أكثر كلما ابتعدنا عن عصر نزول الوحي وملابساته والظروف المحيطة بنزوله والآيات وقرائن الأحوال فنحن اليوم نحتاج إلى ما يحتاج إليه من عاصر نزول الوحي وزيادة وهذه الزيادة يحكمها علينا النص القرآني الذي يتميز بالجدة في كل زمان فقد جاء في الحديث الشريف إن الله تبارك وتعالى لم يجعل القرآن لزمان دون زمان ولناس دون ناس وهو في كل زمان جديد مؤدى الآيات القرآن الكريم جاء ليستفيد منه الناس كل الناس كما قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة وهو تبيان لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة هذه الآيات مؤدى هذه الآيات الكريمات أن فهم القرآن ليس بمقصور على جماعة أو صنف من الناس وعلى المفسرين من العلماء والفقهاء وإنما جاء القرآن الكريم ليستفيد منه الجميع وقد كان لهذه السماء أثرها الواضح في فهم القرآن الكريم لكن مع دقة الفهم هناك مراتب ودرجات من المعارف القرآن لا يمكن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث فطريقها ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولكن هذا القول من الإمام لا يعني أن الأمة لا تستطيع تفسير القرآن الكريم بكل مراتبه ودرجاته ودلالاته وإنما المراد أن فهم محتوى القرآن كله لا يتيسر إلا لمن خوطب به وهو النبي صلى الله عليه وآله ومن جعلهم أحد الخليفتين بعده بل إن الإمام عليه السلام لا يرى موعظة للأمة مثل كتابها العزيز الذي آثرها الله عز وجل وهذا الاتجاه موجود عند الشيعة وموجود أيضا عند أخواننا أهل السنة وقد رد الغزالي على هذا الرأي ورآه نوع من تحجيم وتحجير القرآن الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى محمد وآله موسيقى